يصعب عرض مشهد التعذيب كاملا ذلك لأنه فوق احتمال المشاهدين وأبعد من تصورات من لم يعرف سجون الحثيين من قبل لم تعهد اليمن أساليب تعذيب كهذه وإن كان اليمنيون قد سمعوا عنها إلا أنهم لم يروها كما يحدث الآن حمل جمال المعمري على الأكتاف يوم خرج من معتقل السنوات الثلاث وكان جسده يروي ما تعرض له في الظلام ويؤكد ما تحدث به سجين آخر كان قد كشف للمرات الأولى عن شلل أصاب أحد المعتقلين تحدث الطبيب عبدالقادر الجنيد عن جمال وتوقع كثيرون أن تكون حالته منفردة تشفى عقب الإفراج عنه ويوم خرج المعمري كان يحمل في جسده أثار التعذيب وبين يديه ثياب معتقل آخر قتلته ميليشيات الحثي أثناء التعذيب وهذا كل ما تبقى منه هذه فنيلته هذه فنيلة الشهيد مسعود يحيى مسعود البكيلي والذي قالوا أنه توفى بالكلراء هذا قتل تحت التعذيب والضرب المطارك وكان يبوا الدم وبعد ما بالدم جلس للصباح وتوفى من سجن ليس بعيدا عن المكان الذي اعتقل فيه المعمري ورفاقه خرج صادق الحيدري مطلع الأسبوع ولكنه كان قد فارق الحياة تاركا أطفالا يتحلقون حول من يعرفون أنهم لن يرواه من جديد إلا صورة على جدار منزلهم لا يمر وقت قصير إلا وتفرج ميليشيات الحثي عن جثة معتقل يطالبون من أهله تخليصهم من أتعاب الدفن ووزحام القبور وكل يوم يمره أيضا مناسبة لتوثيق معاناة معذم جديد وأساليب جديدة للموت في المعتقلات التي قالت منظمات مدنية أن مئات منها تنتشر على طول البلاد